فريق عمل المخاطع المرئية بمنتدى كرسان السنة يقدم لكم أقول عقيدتنا وعقيدة البخاري ورحمه الله في الله جل وعلا أننا نؤمن بإله واحد بأن ربنا واحد لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه انطلاقا من قول الله جل وعلا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل يا محمد وقل يا مسلم الله أحد أي واحد لا يتجزأ على الإطلاق الله واحد أي هو أول بالابتداء آخر بالانتهاء ظاهر فما فوقه شيء باطل فما دونه شيء كان حيث لا كان شيء قبله وهو على كل شيء قدير الله واحد ثم يقول بعد ذلك الله الصمد قيل أي الذي لا جوف له فإن الله جل وعلا كامل لا يعتره النقص على الإطلاق الله الصمد قيل أي المقصود في طلب الحوائج إذ أن الخلق جميعا محتاجون إليه أما هو فمستغن عن الخلائق كلها لم يلد لم تصدر عنه ولادة ولم يولد أي لم يصدر هو عن ولادة ولم يكن له كفوا أحد أما هذه الطائفة الضالة المنحرفة التي طعنت في الإمام البخاري حيا وتطعن فيه الآن ميتا ولا زالت كتبهم في الأسواق في كافة الاتجاهات تطعن في أمير المؤمنين في علم الحديث أقول الله أكبر إنكم طعنتم فيه فلننظر إلى عقيدته وعقيدتنا ولننظر إلى عقيدتكم الفاسدة بينا بإيجاز سريع موجز ماذا يكون في عقيدتنا بالله جل وعلا أننا نؤمن بإله واحد أما أنتم يا أصحاب العقيدة الفاسدة تؤمنون بالحلول والاتحاد تؤمنون بالحلول والاتحاد وتقولون بأن علي رضي الله عنه أرضاه بأنه إله ولا حول ولا قوة إلا بالله بل تدعون الأمر أيضا في غيره من الأئمة الذين تدعون أنهم معصومون وأقول بإذن الله جل وعلا إن العصمة قد انتهت بموت محمد صلى الله عليه وسلم إن العصمة قد انتهت بموت محمد صلى الله عليه وسلم والكل يأخذ من قوله ويرد عليه عدى المعصوم صلوات الله وسلامه عليه لذلك وقف مالك بطلاب علمه أمام قبر محمد صلى الله عليه وسلم ثم أشار إلى القبر قائلا ما منا إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر إذن انتهت العصمة بن محمد صلى الله عليه وسلم ربما يقول أحدهم كيف تدعي أننا نقول بأن علي إله آتي بالأدلة آتي بالأدلة بإذن الله جل وعلا وأقول إن علي رضي الله عنه أرضاه أحرق منكم ثلاثة آلاف لماذا؟ لأن المؤسس لكم هو يهودي وهو عبد الله بن سبع عليه لعائن الله جل وعلا ودخل الإسلام حتى يفسد على المسلمين عقيدتهم وهو الرأس بالنسبة إليكم جميعا ماذا ادعى؟ ادعى الحلول والاتحاد حتى أنه كان يقول إنا نطعم بعلي وإنا نسقى بعلي وإنا نرزق بعلي ووقف وقال لعلي بك نطعم وبك نحيا وبك نموت حتى غم علي أن يقتله لولا الخوف من الفتنة التي حدثت بالنسبة لهذا فأمر بطرده فجاء إلى أرض مصر هذا الدعي الكذاب يدعي بأن علي هو روح الإله هذا حلول واتحاد بل إني آتي بدليل من كتابهم الأعظم يبين هذا افتروا حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسبوا طريقه إلى أنس رضي الله عنه أرضاه قالوا هكذا عن أنس رضي الله عنه أرضاه أنه قال لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من رحلة الإسراء والمعرات رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد وأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبضا فرفع رأسه قلت يا رسول الله أخذني الأمر عليك وظننت أنك قد قبض قال بل كنت أشكر ربي على ما رأيت في المعرات قالوا قال أنس يا رسول الله وهل رأيت ربك قال أي النبي صلى الله عليه وسلم نعم رأيت ربي فقال له أنس على أي صورة رأيت ربك قال على صورة علي قال وهل كلمت ربك قال نعم كلمت ربي قال وبأي لسان كلمك ربك قال بلسان علي قال وماذا عن يمينه قال حسن وماذا كان عن شماله قال حسين إذن هم يدعون بأن علي هو روح الإله هذا حلول واتحاد أم عبدوا علي من دون الله ولا حول ولا قوة إلا بلا أتيكم بدليل أعظم إن علي رضي الله عنه وأرضاه لما رأى العقيدة هذه فيكم أخذ يوبخوا ويؤنبوا ويعزروا إلا أن الأمر ما صح على الإطلاق فأحرق منكم ثلاثة آلاف نعم إن علي أحرق من هذه الطائفة الضالة المضلة التي عبرتهم من دون الله جل وعلا ثلاثة آلاف ومن أراد المراجعة للتفصيل والفهم لهذه الحادثة فليرجع للطرق الحكمية في السياسة الشرعية للعلامة بن القيم الجوزية رحمه الله نعم أحرق منهم ثلاثة آلاف أقول للمشاهدين وللمشاهدات ركزوا معي الآن كان يأمر بحمل الواحد منهم هل تتوب؟ هل تعود؟ هل تعود إلى الإيمان بالله وحده؟ يقول لا إني أؤمن بأنك كذا والعياذ بالله فيلقى في النار أي هذا والعياذ بالله الكافر المنحرف المجرم الذي عبد عليا من دون الله أحرق منهم ثلاثة آلاف لماذا كف عن إحراق الباقيين؟ رأى فتنة أعظم رأهم يستمشرون ويهللون ويقولون الآن أيقن بأنك الإله لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار فكف عن ذلك فقيد له كيف أحرقت الناس بالنار قال إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا أي رأيت أمرا ما كنت أستشعر أمره على الإطلاق رأيت خطرا عظيما دائما على عقيدة التوحيد فأحرقت هؤلاء المجرمين المنحرفين الكافرين بالنار ولذلك أقول لكم إن عليا أحرق منكم ثلاثة آلاف بل إنكم فعلتم الأفاعيل في قضية الحلول والاتحاد أيضا هذا هو زعيمكم عبد الله بن سبأ لما ذهب إلى أرض مصر وقالوا له إن عليا قد قتل قتله ابن ملجم عليه لعائن الله ورضي الله عن علي وأرضاه قالوا له قتل قال لو أتيتموني برأس علي وبسبعين من الشهود العدول لقلت إن عليا لم يقتل بل إن عليا في السماء لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه